السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فنحن في ليلة الاثنين ليلة الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة اثنتين واربعين واربعمائة بعد الألف الموافق ليلة الثاني عشر من الشهر العاشر لسنة عشرين وآلفين من الميلاد وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ستين ومائتين بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى الباب الثاني عشر فضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه الله مخفر لشيخنا ولمشايخه وليوالدين ولمسلمين والمؤمنين أجمعين اللهم آمين قال المؤلف رحمه الله الباب الثاني عشر باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان وعجيم وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك عبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله هكذا أطلقها رحمه الله تبارك وتعالى لأنها إذا ذكرت الاستعاذة فيقصد بها الاستعاذة القلبية لأن الاستعاذة من أعمال قلوب في الأصل وقد تكون من أعمال البدن ولكن لما كان فيها من تعلق باطن القلب ومن يستعيذ به لذلك أطلقها المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى وقال الاستعاذة بغير الله من الشرك وقد جاء الأمر بالاستعاذة بالله تبارك وتع في أيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذا نبين معنى الاستعاذة الاستعاذة أو عندما تقول أعوذ أي ألتجئ إلى الله تبارك وتعالى فيما يهمني أو يضرني أو ما يخيفني وما شبه ذلك فهي اللجوء والاعتصام الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام استعاذ بالشيء أي لجأ إليه واعتصم به ومنها قول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره يا من ألوذ به فيما أؤمله ألوذ أي أيضا ألتجئ ومن أعوذ به مما أحاذره أيضا ألتجئ فما الفرق بين اللياد والعياد اللياد هو في الطلب والعياد هو في الهرب يعني إذا طلبت شيئا تلوذ إليه أي تقصده وتطلب منه هذا الشيء إذا خفت شيئا فتعوذ به ليحميك من هذا الأمر ولذلك قال يا من ألوذ به فيما أؤمله أي ما أطلبه ومن أعوذ به مما أحاذر أي أخاف منه فهذا الفرق بين اللياد والعياد إذن وهذا الكلام يعني قاله المتنبي لسيف الدولة الحمداني وكان شيخ سامتيمية رحمه الله تعالى ينكر هذا الكلام ويقول هذا الكلام لا يجب أن يقال لبشر خاصة مع تكملة أو البيت الثاني الذي بعده لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره هذا لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى وكان الشيخ سامتيمية ينكر على المتنبي يقول ابن كثير نقل على ابن القيم أنه كان ينكر هذين البيتين على المتنبي ويقول هذا الكلام لا يجوز أن يقال إلا لله سبحانه وتعالى ومع هذا كان الشيخ سامتيمية كما ذكر ابن كثير عنه أنه ربما قال هذين البيتين في سجوده ولكن لله سبحانه وتعالى لجمال البيتين يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره فالقصد أن العياذ هو اللجوء والاعتصام بالشيء ليوفر لي الحماية الأصل في الاستعاذة أنها لا يستعيذ العبد إلا بالله لكنها قد يستعيذ بغير الله نعم قد يستعيذ بغير الله وقبل أن نذكر هذه الأحكام نبين حكم الاستعاذة بالله الاستعاذة بالله عبادة الاستعاذة بالله عبادة ولذا أمر الله تبارك وتعالى بها في قوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب السورة وكذا قال الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس السورة وكذا قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله فدائما يدعو إلى الاستعاذة بالله تبارك وتعالى وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك فالاستعاذة الأصل أنها كلها تكون بالله تبارك وتعالى أما الاستعاذة من حيث الحكم فهي كما قال أهل العلم على ثلاثة أحوال أو إن شيء تقول على أربعة أحوال الحال الأولى هي الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى وهذه هي المشروعة الاستعاذة بالله هذه المشروعة وهذه المطلوبة وهذا هو الواجب الإنسان يستعيد بالله تبارك وتعالى النوع الثاني الاستعاذة بغير الله الجائزة إذن هناك استعاذة بغير الله جائزة فما هي الاستعاذة بغير الله الجائزة هي الاستعاذة بالحي فيما يقدر عليها الاستعاذة بالحي فيما يقدر عليها حي حاضر موجود أستعيذ به أي أطلب منه الحماية أطلب منه الحماية فهذا الأمر جائز أني أستعاذ بحي أطلب منه أن يحميني ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به هذا عياذ بغير الله تبارك الله إلى الملجأ الذي يحتمي به ومنه أن المرأة المخزومية التي سرقت كما في الصحيحين المرأة المخزومية التي سرقت هذه المرأة لما سرقت وبلغ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بقطع يدها استعاذت بأم سلمة أي ذهبت لأم سلمة تطلب منها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفوه عنها فهذه استعاذة جائزة وكذا لما قصة أبي مسعود البدري عقبة بن مسعود رضي الله عنه مشهورة لما كان عنده غلام يضربه فكان الغلام يقول أعوذ بالله أعوذ برسول الله أعوذ بالله أعوذ برسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي مسعود وهو لا يراه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه يعني الله يقدر عليك أكثر من ما أنت تقدر على هذا العبد الذي تضربه فالتفت أبو مسعود البدري فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه فأعتقه رضي الله عنه و أرضاه و جاء في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه يعني لو جاءك إنسان و قال أعوذ بالله ساعدني أعذه فهذه إعاذة جائزة إذن يجوز الإنسان يستعيد بغير الله تبارك و تعالى في شيء يقدر عليه البشر يطلبها من حاضر حي هذا الأمر أو النوع الأول النوع الثاني أو النوع الثاني هذا نقول الأول استعاذ بالله سبحانه هذا النوع الثاني الاستعاذ بغير الله بحاضر حي في شيء يقدر عليه الثالث فيما لا يقدر عليه إلا الله يعني الاستعاذ بمخلوق بأمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه و تعالى و هذا شرك أكبر و هذا مقصود المؤلف هنا و هذا شرك أكبر لأنه هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك و تعالى و هو من الشرك الأكبر أن يستعاذ بمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله تبارك و تعالى هذا شرك أكبر و منهما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الآية وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وذكر المفسرون عند هذه الآية أنه كان من حال أهل الجاهلية إذا مروا بواد مقفر يعني ما في أحد خاصة إذا كان بالليل فيقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه وما في سيد هذا الوادي هم ما يرون أحدا وإنما يخاطبون الجن يعوذون بالجن كما قال الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي أرهقوهم بالطلب والإذاء وكذا لأنهم شعروا أو علموا علم اليقين أن هؤلاء يخافونهم ويسألونهم من دون الله تبارك وتعوذوا بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه قال فزادوهم رهقا ومنه قال الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ومنه قال الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم جميع يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا قال النهر ومثواكم خالدين فيه إلا ما شاء الله فهنا أيضا استمتاع الإنس بالجن واستمتاع الجن بالإنس من هذا القبيل أنه يستعيذون بهم ويدفعون عنه ما شابه ذلك من الأمور هذا كله من الشرك الأكبر هذا كله من الشرك الأكبر فالقصد إذن النوع الثالث من الاستعاذة الممنوعة أو النوع الثالث من الاستعاذة هي استعاذة الممنوعة وهي الاستعاذة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا النوع الرابع من الاستعاذة أيضا ممنوعة وهي الاستعاذة بغائب أو ميت سواء كان أمر لا يقدر عليه إلا الله أو أمر يقدر عليه الأحياء الحاضرون فإذا استعاذ الإنسان بغائب أو بميت فهذا من الشرك لماذا لأنه إذا استعاذ بالميت طيب هذا ميت كيف تستعاذ به ميت فدعوهم فيستجيبوا لكم ما يسمع ميت ولو سمعوا ما استجابوا لكم ميت فعندما يأتي إنسان إلى رجل ميت ويدعوه من دون الله تبارك وتعالى كأنه يقول هذا هو الحي الذي لا يموت الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى فإذا ذهب إلى إنسان ليس بحي ميت ذهب إلى قبر واستعاذ به نقول استعاذ بميت كيف تستعاذ بميت إذن كونك تستعاذ به معنى هذا أنك تعتقد أنه حي هذا إذن هو الحي الذي لا يموت شبهته بالله تبارك وتعالى ولذا كان كفرا وشركا طيب إن استعاذ بحي لكنه غائب في بلد آخر وجلت قال يا فلان أنقذني أو استعاذ بجن كما في الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فهنا أيضا يقع في الشرك الأكبر لماذا لأن هذا غائب ما يدريه أنك تدعوه كيف يعلم أنك تدعوه إذن ما دعاه إلا وهو يعتقد أن هذا هو الحي الذي أن هذا هو عالم الغيب والشهادة فإذن هذه أنواع الاستعاذة الاستعاذة بالله وهي قطعا مشروعة ثم الاستعاذة بغير الله في شيء يقدر عليه استعاذة بحي حاضر في شيء يقدر عليه وهذا جائزة الاستعاذة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا الشرك أكبر الاستعاذة بغير الله سواء كان ميتا أو غائبا فهذا أيضا من الشرك الأكبر فهذه إذن أنواع الاستعاذة التي جاءت في هذه أو في هذا الباب نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف وحمه الله وعن خولة بنت حكيم وضي الله عنها قالت سمعت وصول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شو ما خلق لم يضوه شيء حتى يوحل من منزله ذلك وراه مسلم نعم حديث خولة بنت حكيم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا منزلا سواء كان هذا المنزل يعني في البرية سواء كان هذا المنزل في الحاضرة سواء كان هذا المنزل ملكا سواء كان هذا المنزل منزل مستأجرا سواء كان هذا المنزل ضيافة بغض النظر أي منزل في الحاضرة في البادية أي منزل من نزل منزلا أي مكانا سواء كان هذا المكان في البرية كان هذا المكان في بناء أي منزل من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة الآن الكلام عن الاستعاذ بالله تبارك وتعالى وبصفاته سبحانه وتعالى وبأسمائه فهذا لا بأس به أن نستعيد بالله أن نستعيد بأسمائه أن نستعيد بصفاته لأن في النهاية أنت استعدت بالله فأعوذ بكلمات الله كلمات الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء جل وعلا فالكلام صفة له جل وعلا وكون الإنسان يستعيذ بكلمات الله معناه استعاذ بالله جل وعلا الاستعاذ بكلمات الله هي استعاذة بالله كما تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذب اللهم أن يعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك جائز ما في بث هذا استعاذ بالله أو بصفاته سبحانه وتعالى أو بأسمائه أعوذ بالحي القيوم أعوذ بالرحمن أعوذ بإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية لما قالت مريم عليه السلام فالقصد أن الاستعاذة بالله أو بأسمائه أو بشيء من صفاته فكل هذا جائز ليس فيه شيء ولذلك استدل الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق بهذا الحديث لأنه قال أعوذ بكلمات الله التامات فاستعاذ بكلمات الله إذن غير مخلوق لو كان مخلوقا لكان شركا لأن لا يجب أن يستعاذ بكلمات مخلوقة وإنما يستعاذ بالله وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى قولوا هنا أعوذ بكلمات الله التامات التامات هي الكاملات أو الشافيات المعافية هذا معنى كلمات الله التامات من شر ما خلق مثل ماذا مثل الجن من شر الجن من شر الإنس لأن هناك عندنا شياطين الإنس وشياطين الجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن إذن من شر ما خلق من الجن لأن الجن فيهم الشر فيهم الشر فيهم الخي فيهم الجن المؤمن فيهم الجن الكافر فنستعاذ من شر ما خلق سواء كان من الجن الكافر أو من الجن الفاسق وكذلك من شر الإنس سواء كان الإنس كافرا أو فاسقا وأيضا يدخل فيه هذا من شر ما خلق يدخل فيه الدواب من الحيات والعقارب وغيرها ويضا يدخل فيها غير ذلك كالاستعادة بكلمات الله تبارك من شر ما خلق من الرياح العاصفة من الأمطار الضارة من البرد الذي قد يسقط وغير ذلك من الأمور التي يتأذى بها ابن آدم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وهنا الشر الذي خلقه الله تبارك وتعالى يجب أن ننتبه لمسألة وهي أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى لا خالق إلا الله جل وعلا وبالتالي فالله جل وعلا هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر جل وعلا لأنه لا يوجد خالق غير الله لو تسألنا من رأس الشر رأس الشر إبليس من الذي خلق إبليس الله جل وعلا خلقتني من نار وخلقته من طيب إذن الله جل وعلا هو خالق الخير وخالق الشر طيب هل ينسب الشر إلى الله لا ينسب الشر لأن الله لا يفعل الشر سبحانه وتعالى خلقه نعم لحكمة ابتلاء سبحانه وتعالى لكن لا يأمر بالشر ولا يفعل الشر سبحانه وتعالى وإذاك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا ينسب إليك فعلا وإن كان ينسب إليك خلقا فالله تبارك وتخالق كل شيء خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى لكنه يفعل الخير ولا يفعل الشر وأمر بالخير ونهى عن الشر سبحانه وتعالى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك هنا مسألة وهي يقول إن السلاح لا يقتل بحده فقط وإنما بحده وبحامله بحده وبحامله وجاء في قولهم إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع يعني السلاح ممكن يحمله زيد وممكن يحمله حمر لكن في النهاية كيف يبلي زيد وكيف يبلي عمر لا بد أن ينظر إلى حامل السلاح أيضا يعني إذا حمل السلاح علي بن أبي طالب إذا حمل السلاح خالد بن الوليد إذا حمل السلاح البراء إذا ينظر إلى حامل السلاح أيضا ليس فقط إلى السلاح وإنما أيضا ينظر إلى حامله وكذلك المخلب كثير من الحيوانات لها مخالب لكن هل كلها سبع؟ لا الكلب له مخلب والأسد له مخلب وفرق بين الأسد وبين الكلب الكلب يرمى بالحجارة بينما الأسد يفر الإنسان منه لماذا؟ لأنه أسد طيب الكلب له مخلب ليس كل دوات المخلب السبع فينظر إذا إلى السلاح وإلى حامل السلاح أيضا مسألة يقول القرطبي صاحب المفهم لما أشكال المصيح مسلم عن هذا الدعاء من نزل منزلا فقال عذب كلمات الله تامات من شر ما خلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء يقول جربته يعني هذا الدعاء كنت ألتزمه أقوله دائما إذا نزلت منزلا يقول ومع هذا في يوم من الأيام لدغت لدغت في يوم من الأيام طيب يقول فلما تفكرت في أمري فإذا أنا نسيت هذا الدعاء أو هذا الذكر في ذلك اليوم إذا الإنسان يثق بالله تبارك وتعالى وأنه فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقه أنه لا يصيبه شيء لم يضره شيء هذا حق لكن أهم شيء يكون عنده يقين بالله تبارك وتعالى أنه لن يصيبه أما إنسان يقول هذا الذكر وهو بنفس الوقت يقول لا قد يصيبني شيء نعم قد يصاب هذا أنه ما في صدق مع الله تبارك وتعالى ولا يقين أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك والله أعلى وعلم وصلى الله عليه وسلم ومبارك على نبينا محمد شوف الأسئلة المسائل عفوني تفضل أحسن الله إليكم قال المؤلف وحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير وأنه كان وجال من الإنس الآية نعم ومرة تفسيرها نعم الثانية كونه من الشرك نعم الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى الشك أنه من الشرك ويدخل في هذا ما يصنعه بعض من يرقي الناس يقرون على الناس فيستعينون بالجن أثناء قراءتهم على الناس أو رقيتهم للناس يستعينون بالجن وحين يتحدثون مع الجن ويسألونهم من وضع هذا السحر أين وضعه كل هذا لا يجوز كل هذا لا يجوز فلا يجوز إذن الذهاب إلى هؤلاء الذين يتعاملون مع الجن وإن ادعوا أن هذا جن مسلم وأنه يساعدنا هذا كلام فاضي لا قيمة له أبداً وما أدرك أنه جني وما أدرك أنه جني ومسلم كيف تعلم الآن إذا جاءني إنسان وقال لي أنا مسلم احتمال يكون صادقاً أسأل في عمله فلان تعرفون هنا هل هو مسلم أو لا أين تعمل فلان تعرفون مسلم أو لا أين تجلس أحرف أستطيع أن أصل إلى نتيجة طيب الجن وين نسأل عنه أين نسأل عن الجن جاني جني قال منافق ما عنده مشكلة يقول أنا مسلم منافق وقال أنا مسلم يكذب كيف أتثبت هو صادق أو كاذب لا يمكن فدعوى أن هذا جني مسلم ما يدرك أنه مسلم كيف علمت أنه مسلم بدعوة لا تكفي دعوة أصل لو كان مسلماً فإنه ممنوع من التعامل معك لا يجوز الجني المسلم أن يتعامل في مثل هذه الأمور فعلى كل حال الذين يرقون الناس ويقرؤون عليهم ويتعاونون مع الجن وإن الدعو أن هؤلاء الجن مسلمون لا يجوز الذهاب لهم ولا التعامل معهم وقد يكون بعضهم مغتر بهذا الجني مصدق لهذا الجني أو أحيان بعضهم يقرأ على المصروع أو على غيره ويبدأ يتحدث مع الجني ويسولف معاه وكذا لا يجوز هذا الكلام أبداً وإنما المطلوب تقرأ عليه ثم تقول اخرج عدو الله أو تذكره بالله اخرج من هذا البدن لا تؤذيه لا كذا وانتهى الأمر أما يتحدث معه أين وضع هذا السحر ومن وضع هذا السحر وكم عددكم وهل من منكم دخل في الإسلام كلام فاضي لا قيمة له أبداً فلا يجوز مثل هذا الأمر ولا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الذين يتعاملون مع الجن وإن كان ظاهرهم الصلاح لأن هؤلاء مغرورون مغشوشون فلا يجوز التعامل معهم ولا الذهاب إليهم والله أعلم نعم الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك نعم لأنه قال أعوذ بكلمات الله التامات فلو كان كلام الله مخلوقا ما جاز أن يستعيذ به فكونه استعاذ به فذل على أنه غير مخلوق أوابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره نعم لأنه قال لا يضره شيء لا يضره شيء فهذا يدل على فضل هذا الدعاء نعم الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شوء أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك نعم لأنه يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وهذا يقول أنا فعلا ساعدوني فعلا أنا استعذت به فعلى كذا هذا لا يدل أنه ليس بشرك لا يكون شركا ولو أنه وجد منفعة دنيوية يسيرة نعم خلص طيب نقرأ الأسئلة طيب دعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقت وقال كل يوم في الصباح و المساء نعم بل في كل وقت في غير الصباح و المساء هذا الدعاء طيب عندما نقول بالدعاء أعوذ هل هذا القصد منه أن الله يحفظنا من الجن والشياطين والحسد نعم وكما قلنا من شر ما خلق يا عم هل يدل أقول لشخص أعوذ بالله منك أكيد إذا خفت شره تقول أعوذ بالله منك ومن شرك نعم ما في بس أن يستعيد بالله من شر شخص ما أنا ما كنت أصلي ولكن كنت أتصدق هل أجرها راح علي وما ينكتب لي وهل أكون من أذكروا بالقرآن يحسبون أنه حسن صنعة حكيم بن حزام صحابي يقول يعني كان مخضرما يعني عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام وهو ابن عم خديجة من تخويلد حكيم بن حزام كان كريما ثم أسلمه فأثى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول يعني كان لي صدقات وأموال أبذلها في جاهلية قبل الإسلام والآن دخل فهل ينفعني ذلك قال أسلمت على ما أسلفت من خير فلا إذا الإنسان تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى يكتب له كل ما فعل من الخير الله أعلم طيب الرجل يتكلم مع النساء زوجته تعلم بذلك يقول لي زوجته الرجل شايل عيبة مو غلطت كلام بحجة الرجال شايل عيبة غير صحيح هذا الكلام ما في شيء يسمى الرجل شايل عيبة المعصية معصية سواء كانت من رجل أو من امرأة فلا يجوز الرجل يتكلم مع النساء يعني الكلام الناعم والغزل وهذا هي ليست زوجة ولا ابنته ولا كذا يعني غريبة عنه لا يجوز لو ينتكلم معها بحجة أن رجل شايل عيبة ما هذا ليس دين الرجل شايل عيبة هذا كلام العوام هو كلام باطل فهذا محرم لا يجوز هل صحي عندما أتوضى للصلاة يجب علي أن لا أنشف أعضاء الوضوء لا يجوز لك أن تنشف ويجوز لك أن تترك كل الأمر ينجائز إن شاء الله تعالى القائم في الصلاة هل يشرع له الانحناء لأخذ ما سقط منه إذا كان يخشى ضياعه أو سرقته أو ما شاء يجوز له أن ينحني ويأخذ أما إذا كان لا يخشى ذلك يتركه حتى ينتهي من صلاته يقول من آداب النوم كتابة الوصية هل معنى ذلك يجب علي أن أكتب الوصية كل يوم لا ليس كل يوم ولكن القصد أن الإنسان لما ينام يموت يسمى الموت الصغرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فنحن نموت كل يوم ولذلك نحن إذا نمنا ماذا نقول باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظنا من منامنا نقول الحمد لله ذي أحيانا بعدما أماتنا فنحن نموت في كل يوم ونحيا ولكن المقصود أن الإنسان يكتبه الوصية هذه لكن إذا تغير الشيء يكتبها اليوم ولا يعني يزيد عليها إلا أن يتوفى الله تبارك وتعالى لكن لو زاد شيء دين آخر هو استدانة يعيد أو يزيد في الوصية وليس المعنى أنه كل يوم يكتب وصية غير التي كتبها ولا أنه مقصودنا وصية واحدة خاصة إذا كانت عليه حقوق أو له حقوق يقول هل مكتوب أن فلان مكتوب عني أن يتزوج فلانا نعم هذه أقدار مكتوبة أزواجنا وأولادنا وأباؤنا وأمهاتنا كل هذه أشياء مكتوبة نعم هل يجد الكلام مع المرأة بعد الطلاق في الأشياء الضرورية من أجل أولاد وبعض الاحتياجات نعم ولا تخاطبه النسرة إلا أن تقوله قولا معروفة يجوز ينتكلم الرجل مع المرأة خاصة إذا كانت مطلقة له كلاما فيه حاجة وكذا لا بأس إن شاء الله حكم من تزوج بكرا وبعد الدخول عليها تبين أنها ليست بكرا هذا أمر يرجع إلى القضاء يعني ولكن إذا كان وقع غش غشوه بين قالوا إنها بكر ثم ثبت أنها ليست ببكر يرجعون له المهر أو يأخذ المهر ممن غشه يأخذ المهر ممن غشه نعم هل يجوز وقت تسجيل العقد لشراء بيت أن يسجل قيمة الشراء أقل من القيمة الحقيقية حتى يستفيد الباع من قرض البنك لا يجوز هذا كذب وتزوير هذا كذب وتزوير لا يجوز كن صادقا هكذا هكذا حطوك أرضا أعطوك ما أعطوك خلطوك الحمد لله لكن لا يجوز الكذب ولا التزوير طيب الآن مع وضع كورونا نترك مسافة بين المصلين معكم من يأتي متأخرا يوم الجمعة وتدخل ذكرنا هذا قبل كم يوم الله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على بينا محمد ترجمة نانسي قنقر